السلام عليكم حلقة اليوم مفروض تشاهدها كل امرأة حامل من المعروف ان المرأة بتتوحم خلال الحمل يعني بتشتهي مأكلات خاصة كالحوامد والعديد من المأكلات الأخرى ممكن تشتهي مأكلات غير مألوفة مثل كطع الثالج وغير ثالك لحد هون ما في مشكلة طالما انه اللي عم تشتهيه صالح للأكل المشكلة الكبيرة والخطيرة هي اشتهيها لكتير من المواد الغالصالحة للأكل واللي ممكن تسبب فشل الكروي وانسداد في ممرات أعضاء جهاز الهضمة وحتى تسمم والمؤت من أبرز المواد الغير صالحة للأكل اللي ممكن تشتهيها المرأة الحامل هي النفطيات مثل الكاز، البنزين بعض الحوامل بيستلذوا باستنشاء الأبخرة المنبعثة من السيارات بعض الحوامل بيشتهوا معجون الأسنان المراهم بنكهة النعنع الصابون طباشير رماد السجائر مادة البوليستايرين اللي بتستخدم لصناعة الأكواب مثل هايدي المحايات الاسفنج صابون الغسيل عيدان الثقاب أو الكابريت بيكربونات السودا طلاء الحيطان والركائك اللي بتطلع منه لما يجف الوحل، التراب الطين المبلل وحتى سمعوني جيداً المجرير أعزكم الله أكيد عم تستغربوا هالأمور لكن التغيرات الهرمونية اللي بتحصل لجسم الحامل ممكن تسبب حالة البيكا وهي اجتهاء مواد غير صالحة للأكل وسميت كذلك نسبة لطائر البيكا اللي بيكل أي شيء حتى بعض المواد الغير صالحة للأكل خطورة البيكا هي إنه هالمواد ممكن تسبب فشل كلوة لأنها بتلبد الأعضاء وبتعطلها وبتسبب توقف كل في وظيفتها ما بتعود الكلها تشتغل ما بتعود المثاني سالكة وما بس هيك كون هالمواد كيميائية فهي مسرطنة ابتلاع معجون الأسنان والمراهم والمواد الغير صالحة للأكل لها مدار كبيرة وبتعرض صحتنا للخطر خاصة إنه الحامل خلال الوحام تدفع شهيتها الشديدة لهالمواد إلى تذوقها وابتلاعها وفي حالة شهيرة لسيدة أمريكية فقدت عضلات جسمها واتضررت عضلة قلبها بسبب تناولها لنص كيلو من بيكاربونات السودا يوميا خلال فترة الوحام فالمسألة الجدية ولازم الحامل تعرف مخاطر هالمواد حتى ما تقع بالخطأ وتقذي صحتها وبنهاية هالحلقة بحبشير إنه حالة البيكا ممكن تحصل عند غير الحوامل أحيانا لأسباب غير معروفة بتمنى هالحلقة تكون فاديتكم لمشاهدة المزيد فاتشوا في اليوتيوب تحت إيها بلاينت كلمة وحدة أو ضغطوا على الرابط قدناه وما تنسوا السبسكرايب والشير إلى اللقاء